بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن صار على دربه واتبعه داه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس العاشر من دروس تفسير سورة القمر للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية الخامسة والثلاثين وما بعدها إلى الآية الثامنة والثلاثين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر يقول الإمام في تفسير قوله تعالى نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر أي ذلك الإنجاء كان فضلا منا كما أن ذلك الإهلاك كان عدلا ولو أهلكوا لكان ذلك عدلا قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قال الحكماء العضو الفاسد يقطع ولا بد أن يقطع معه جزء من الصحيح ليحصل استئصال الفساد غير أن الله تعالى قادر على التمييز التام فهو عز وجل مختار إن شاء أهلك من آمن وكذب ثم يثيب الذين أهلكهم من المصدقين في دار الجزاء وإن شاء أهلك من كذب فقط فقال نعمة من عندنا إشارة إلى ذلك وفي نصبها وجهان أحدهما أنه مفعول له كأنه قال نجيناهم نعمة منا ثانيهما أنه منصوب على أنه مصدر لأن الإنجاء منه إنعام فكأنه تعالى قال أنعمنا عليهم بالإنجاء إنعاما فكأنه تعالى قال أنعمنا عليهم بالإنجاء إنعاما وقوله تعالى كذلك نجزي من شكر فيه وجهان أحدهما ظاهر وعليه أكثر المفسرين وهو أنه من آمن كذلك ننجيه من عذاب الدنيا ولا نهلكه وعدا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين بأنه عز وجل يصونهم عن الإهلاكات العامة وعن السيئات المطبقة الشاملة وثانيهما وهو الأصح أن ذلك وعد لهم بالثواب في دار الآخرة كأنه قال كما نجيناهم في الدنيا أي كما أنعمنا عليهم ننعم عليهم يوم الحساب والذي يؤيد هذا أن النجاة من الإهلاكات في الدنيا ليس بلازم أو ليست بلازمة ومن عذاب الله عز وجل في الآخرة النجاة لازمة بحكم الوعد وكذلك ينجي الله تعالى الشاكرين من عذاب النار ويذر الظالمين فيه فإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ويدل عليه قوله تعالى ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجز الشاكرين وقوله تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والشاكر محسن فعلم أن المراد جزاؤهم في الآخرة ثم قال تعالى ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر وفيه تبرئة لوط عليه السلام وبيان أنه أتى بما عليه فإنه تعالى لما رتب التعذيب على التكذيب وكان من الرحمة أن يؤخره ويقدم عليه الإنذارات البالغة بيّن ذلك فقال أهلكناهم وكان قد أنذرهم من قبل وفي قوله بطشتنا وجهان أحدهما المراد البطشة التي وقعت وكان يخوفهم بها ويدل عليه قوله تعالى إنا أرسلنا عليهم حاصبا فكأنه قال إنا أرسلنا عليهم ما سبق ذكرها للإنذار بها والتخويف وثانيهما المراد بها ما في الآخرة كما في قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون وذلك لأن الرسل عليهم السلام لأن الرسل كلهم كانوا ينذرون قومهم بعذاب الآخرة كما قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وقال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة وقال تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا إلى غير ذلك وعلى ذلك ففيه لطيفة وهي أن الله تعالى قال إن بطش ربك لشديد وقال هاهنا بطشتنا ولم يقل بطشنا وذلك لأن قوله تعالى إن بطش ربك لشديد بيان لجنس بطشه عز وجل فإذا كان جنسه شديدا فكيف القبرى منه وأما لوط عليه السلام فذكر لهم البطشة الكبرى لألا يكون مقصرا في التبليغ وقوله تعالى فتماروا بالنذر يدل على أن النذر هي الإنذارات ثم قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر والمراودة من الرود ومنه الإرادة وهي قريبة من المطالبة غير أن المطالبة تستعمل في العين يقال طالب زيد عمرا بالدراهم والمراودة لا تستعمل إلا في العمل يقال راوده عن المساعدة ولهذا تعدى المراودة إلى مفعول ثان بعن كما قال يوسف عليه السلام هي راودتني عن نفسي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه إذن تعدى المراودة إلى مفعول ثان بعن وتعدى المطالبة بالباء وذلك لأن الشغل منوط باختيار الفاعل والعين قد توجد من غير اختيار منه وهذا فرق الحال فإذا قلت أخبرني بأمره تعين عليه الخبر العين بخلاف ما إذا قلت أخبرني عن كذا ويزيد هذا ظهورا قول القائل أخبرني زيد عن مجيء فلان وقوله أخبرني زيد بمجيء فلان فإن من قال عن مجيئه ربما يكون الإخبار عن كيفية المجيء لا عن نفسه لا عن نفس المجيء ومن قال أخبرني أو أخبرني بمجيئه لا يكون إلا عن نفس المجيء أقول إمام ويزيد هذا ظهورا قول القائل أخبرني زيد عن مجيء فلان وقوله أخبرني بمجيء فلان فإن من قال عن مجيئه ربما يكون الإخبار عن كيفية المجيء لا عن نفسه ومن قال أخبرني بمجيئه لا يكون إلا عن نفس المجيء والضيف يقع على الواحد والجماعة وقد ذكرناه في سورة الذاريات وكيفية المراودة مذكورة فيما تقدم وهي أنهم كانوا مفسدين وسمعوا بضيف دخلوا على لوط عليه السلام فراودوه عنهم وقوله عز وجل فطمسنا أعينهم نقول إن جبريل عليه السلام كان فيهم فضرب ببعض جناحه على وجوههم فأعماهم وفي الآية مسائل المسألة الأولى الضمير في راودوه إن كان عائدا إلى قوم لوط فالضمير في قوله أعينهم أيضا عائد إليهم فيكون قد طمس أعين القوم ولم يطمس إلا أعين قليل منهم وهم الذين دخلوا دار لوط عليه السلام وإن كان عائدا إلى الذين دخلوا الدار فلا ذكر لهم فكيف القول فيه نقول المراودة حقيقة حصلت من جمع منهم لكن لما كان الأمر من القوم وكان غيرهم ذلك مذهبه أسندها إلى الكل ثم بقوله راودوه حصل قوم هم المراودون حقيقة فعاد الضمير في قوله أعينهم إليهم مثاله قول القائل الذين آمنوا صلوا فصحت صلاتهم فيكونهم في قوله صلاتهم عائدا إلى الذين صلوا بعدما آمنوا ولا يعود إلى مجرد الذين آمنوا لأنك لو اقتصرت على الذين آمنوا فصحت صلاتهم لم يكن كلاما منظوما ولو قلت الذين صلوا فصحت صلاتهم صح الكلام فعلم أن الضمير في قوله أعينهم عائد إلى ما حصل بعد قوله راودوه وأن الضمير في أعينهم أو في قوله أعينهم عائد إلى المنذرين المتمارين بالنذر المسألة الثانية قال هاهنا فطمسنا أعينهم وقال في سورة ياسين ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فما الفرق؟ نقول هذا مما يؤيد قول ابن عباس رضي الله عنهما فإنه نقل عنه أنه قال المراد من الطمس الحجب عن الإدراك فما جعل على بصرهم شيء غير أنهم دخلوا ولم يروا هناك شيئا فكانوا كالمطموسين وفي سورة ياسين أراد أنه لو شاء لجعل على بصرهم غشاوة أي ألزق أحد الجفنين بالآخر فيكون على العين جلدة فيكون قد طمس عليها وقال غيره إنهم عموا وصارت أعينهم مع وجوههم كالصفحة الواحدة ويؤيده قوله تعالى فذوقوا عذابي لأنهم إن بقوا مصرين ولم يروا شيئا هناك لا يكون ذلك عذابا والطمس بالمعنى الذي قاله غير ابن عباس عذاب فنقول الأولى أن يقال إنه تعالى حكا هاهنا ما وقع وهو طمس العين وإذهاب ضوئها وصورتها بالكلية حتى صارت وجوههم كالصفحة الملساء ولم يمكنهم الإنكار لأنه أمر وقع وأما هناك أي في سورة ياسين فقد خوفهم بالممكن المقدور عليه فاختار ما يصدقه كل أحد ويعرف به وهو الطمس على العين لأن إطباق الجفن على العين أمر كثير الوقوع وهو بقدرة الله تعالى وإرادته فقال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم وما شققنا جفنهم عن عينهم وهو أمر ظاهر الإمكان كثير الوقوع والطمس على ما وقع لقوم لوط عليه السلام نادر فقال هناك على أعينهم ليكون أقرب إلى القبول المسألة الثالثة قوله تعالى فذوقوا عذابي ونذر خطاب ممن وقع ومع من وقع قلنا فيه وجوه أحدها فيه إضمار تقديره فقلت على لسان الملائكة ذوقوا عذابي ثانيها هذا خطاب مع كل مكذب تقديره كنتم تكذبون فذوقوا عذابي فإنهم لما كذبوا ذاقوه ثالثها أن هذا الكلام خرج مخرج كلام الناس فإن الواحد من الملوك إذا أمر بضرب مجرم وهو شديد الغضب فإذا ضرب ضربا مبرحا وهو يصرخ والملك يسمع صراخه يقول الملك عند سماع صراخه ذق إنك مجرم مستأهل ويعلم الملك أن المعذب لا يسمع كلامه وإنما يخاطب بكلامه المستغيث الصارخ وهذا كثير فكذلك لما كان كل أحد بمرأ من الله تعالى يسمعه إذا عذب معاندا كان قد سخط الله عز وجل عليه يقول ذق إنك أنت العزيز الكريم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ويقول فذوقوا عذابي ولا يكون بهذا الكلام مخاطبا لمن يسمع ويجيب وذلك إظهار العدل أي لست بغافل عن تعذيبك فتتخلص بالصراخ والضراعة وإنما أنا بك عالم وأنت له أهل لما قد صدر منك فإن قيل هذا وقع بغير الفاء وأما بالفاء فلا نقول وبالفاء فإنه ربما يقول كنتم تكذبون فذوقوا المسألة الرابعة النذر كيف يذاق نقول معناه ذق فعلك أي مجازات فعلك وموجبة ويقال ذق الألم على فعلك وقوله فذوقوا عذابي كقولهم ذق الألم وقوله ونذر كقولهم ذق فعلك أي ذق ما لزم من إنذاري فإن قيل فعلى هذا لا يصح العقل لأن قوله فذوقوا عذابي ونذر معناه فذوقوا عذابي وما لزم من إنذاري وما لزم من الإنذار هو العذاب فيكون كقول القائل ذوقوا عذابي وعذابي نقول جوابا عنه قوله تعالى فذوقوا عذابي أي العاجل منه وما لزم من إنذاري وهو العذاب الآجل لأن الإنذار كان به على ما تقدم بيانه فكأنه قال ذوقوا عذابي العاجل وعذابي الآجل فإن قيل هما لم يكونا في زمان واحد فكيف يقال ذوقوا نقول العذاب الآجل أوله متصل بآخر العذاب العاجل فهما كالواقع في زمان واحد وهو كقوله تعالى أغرقوا فأدخلوا نارا ثم قال تعالى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر أي العذاب الذي عم القوم بعد الخاص الذي طمس أعين البعض وفيه مسائل المسألة الأولى صبحهم فيه دلالة على الصبح فما معنى بكرة نقول فائدته تبيين طراقه فيه فقوله بكرة يحتمل وجهين أحدهما أنها منصوبة على أنها ظرف ومثله نقوله في قوله تعالى أسرى بعبده ليلا وفيه بحث وهو أن الزمخشرية قال ما الفائدة في قوله ليلا وقال جوابا عنه في التنكير دلالة على أنه كان في بعض الليل وتمسك بقراءة من قرأ من الليل وهو غير ظاهر والأظهر فيه أن يقال بأن الوقت المبهم يذكر لبيان أن تعيين الوقت ليس بمقصود متكلم وأنه لا يريد بيانه كما يقول خرجنا في بعض الأوقات مع أن الخروج لا بد من أن يكون في بعض الأوقات فإنه لا يريد بيان الوقت المعين ولو قال خرجنا وسكت فربما يقول السامع متى خرجتم فإذا قال في بعض الأوقات أشار إلى أن غرضه بيان الخروج لا تعيين وقته فكذلك قوله تعالى صبحهم بكرة أي بكرة من البكر وأسرى بعبده ليلا أي ليلا من الليالي فلا أبينه فإن المقصود نفس الإسراء ولو قال أسرى بعبده من المسجد الحرام لكان للسامع أن يقول أيما ليلة فإذا قال ليلة من الليالي قطع سؤاله أو قطع سؤاله فإذا قال ليلة من الليالي قطع سؤاله وصار كأنه قال لا أبينه وإن كان القائل ممن يجوز عليه الجهل فإنه يقول لا أعلم الوقت فهذا أقرب فإذا علمت هذا في قوله أسرى ليلا فاعلم مثله في صبحهم بكرة ويحتمل أن يقال على هذا الوجه صبحهم بمعنى قال لهم عموا صباحا استهزاءا بهم كما قال فبشرهم بعذاب أليم فكأنه قال جاءهم العذاب بكرة كالمصبح والأول أصح ويحتمل قوله تعالى صبحهم بكرة على قولنا إنها منصوبة على الظرف يحتمل ما لا يحتمله قوله تعالى أسرى بعبده ليلا وهو أن صبحهم معناه أتاهم وقت الصبح لكن التصبيح يطلق على الإتيان في أزمنة كثيرة من أول الصبح إلى ما بعد الإسفار فإذا قال بكرة أفاد أنه كان أول جزء منه وما أخر إلى الإسفار وهذا أوجه وأليق لأن الله تعالى أوعدهم به وقت الصبح بقوله إن موعدهم الصبح وكان من الواجب بحكم الإخبار تحققه بمجيء العذاب في أول الصبح ومجرد قراءة صبحهم ما كان يفيد ذلك وهذا أقوى لأنك تقول صبيحة أمس أو صبيحة أمس بكرة واليوم بكرة يقول وهذا أقوى لأنك تقول صبيحة أمس بكرة واليوم بكرة فيأتي فيه ما ذكرنا من أن المراد بكرة أمس بكرة أو فيأتي فيه ما ذكرنا من أن المراد بكرة من البكر إذن يقول إبنه وهذا أوجه وأليق لأن الله تعالى أوعدهم به وقت الصبح بقوله إن موعدهم الصبح وكان من الواجب بحكم الإخبار وكان من الواجب بحكم الإخبار تحققه بمجيء العذاب في أول الصبح ومجرد قراءة صبحهم ما كان يفيد ذلك وهذا أقوى لأنك تقول صبيحة أمس بكرة واليوم بكرة فيأتي فيه ما ذكرنا من أن المراد بكرة من البكر الوجه الثاني أن بكرة منصوبة على المصدر من باب ضربته سوطا ضربا فإن المنصوب في ضربته ضربا على المصدر وقد يكون غير المصدر كما في ضربته سوطا ضربا لا يقال ضربا سوطا بيّن أحد أنواع الضرب لأن الضرب قد يكون بسوط وقد يكون بغيره وأما بكرة فلا يبين ذلك لا يقال هذا لأننا نقول قد بيّننا أن بكرة بيّن ذلك لأن الصبح قد يكون بالإتيان وقت الإسفار وقد يكون بالإتيان بالإبكار فإن قيل مثله يمكن أن يقال في أسرى بعبده ليلى قلنا نعم فإن قيل ليس هناك بيان نوع من أنواع الإسراء نقول هو كقول القائل ضربته شيئا فإن شيئا لا بد منه في كل ضرب ويصح ذلك على أنه نصب على المصدر وفائدته ما ذكرنا من بيان عدم تعلق الغرض بأنواعه وكأن القائل يقول إني لا أبين ما ضربته به ولا أحتاج إلى بيانه لعدم تعلق المقصود به ليقطع سؤال السائل بماذا ضربه بصوت أو بعصى فكذلك القول في أسرى بعبده ليلى يقطع سؤال السائل عن الإسراء لأن الإسراء هو السير أول الليل والسراء هو السير آخر الليل أو غير ذلك ونقف عند المسألة الثانية من المسائل التي سطرها الإمام في تفسير قوله تعالى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين